بعد أن تخرج رمزي بعام قرر العمل بالتجارة ليغتني ويحقق أحلامه بشراء عقار يصلح ليكون محلا ومكتبا له وأيضا لشراء سيارة فاخرة ثم الزواج بفتاة صالحة وبعد أيام فوجئ رمزي برجل يعرض عليه عقارا بثمن مغرن يصلح ليكون محلا ومكتبا له في نفس الوقت وبعد دقائق حزن لعدم توفر المبلغ معه وحتى لا تفوته هذه الفرصة التي لا تعوض ذهب لرجل نصراني يقرض الناس بالربا وطلب منه ثمن العقار فابتسم الرجل وقال لرمزي يا رمزي أنت مسلم وهذا حرام في دينك ولكن إن كنت مصرا فسأعطيك المبلغ شعر رمزي كأن الرجل قد صفعه صفعة قوية أفاقته وقال في نفسه أنا أتلقى النصيحة في ديني من إنسان غير مسلم ثم رفض العرض وخرج من عنده باكية وأخذ يحدث الله بصوت مسموع وهو ينزل الدرج والله يا رب لا أريد هذا العقار ولن أعصيك بعد اليوم ملعونة تلك الأحلام التي لا تتحقق إلا بالمال الحرام سامحني يا الله ودبر لي أمري وما إن وصل رمزي إلى بيته حتى توضأ وصلى واستغفر ربه ودعاه بإخلاص أن يتوب عليه ويتولى أمره وبعد قليل فوجئ بصديق له لم يره منذ عام يأتي إليه ويقول له هل نسيت مشروعنا الذي فكرنا فيه سويا عام تخرجنا من الجامعة أم ما زلت تتذكره أنا مسافر للعمل بالخليج ومعي ستون ألف جنيه سأتركها عندك وأنشرك الله أن تستعملها عند حاجتك لها فأنا لن أحتاج إليها إلا عند عودتي بعد ثلاثة أعوام لم يصدق رمزي ما يسمع أشعر بذهول بسبب سرعة إجابة الله لدعائه فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه ثم بكى وسجد لله شكرا وقص على صديقه قصة شراء العقار فحثه على شرائه وذهب معه إلى صاحب العقار واشتراه وكان بداية خير له استطاع بعدها أن يحقق بعض أحلامه في وقت قصير وسدد لصديقه المبلغ بعد عودته ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في جوف الليل قام طفل عمره خمس سنوات من سريره ليتسلل إلى سرير أبيه يريد أن يطوقه بذراعيه وينام بين أحضانه بعدما علم بأن أمه نائمة بالمستشفى وقد فوجئ الطفل بخلو السرير من أبيه فطاف بغرف المنزل وفي أقصى غرفة سمع صوت أبيه يقوم الليل ويرتل القرآن بصوت حزين ثم شاهده يرفع يديه ويدعو الله ودموعه لا تتوقف فتركه الطفل وعاد لسريره وفي الصباح ذهب إلى إحدى المكتبات التي تبيع الهدايا وقال للبائع أريد هذه العروسة واخذ كل النقود التي معي قال البائع بعدما عدم معه من نقود آسف هذه النقود لا تكفي لشراء العروسة نظر الطفل للبائع وقال له هل أنت متأكد أن ما معي من نقود لا تكفي في هذا الوقت كان شاب طيب القلب يقف أمام المكتب ويتابع الموقف من أوله فتقدم للطفل وسأله لمن تريد شراء هذه العروسة فأجاب الطفل بحزن هذه العروسة أختي أحبتها كثيرا وأريد أن أرسلها لها مع أمي عندما تذهب إليها أختي ذهبت عند الله منذ يومين وأبي يقول أن أمي ستذهب أيضا عند ربنا قريبا فأردت أن أعطيها هذه العروسة كي توصلها لأختي وقد قلت لأبي لا تجعل أمي تذهب إلى الله حتى أشتري لأختي العروسة ثم أخرج الطفل من جيبه صورة جميلة له وهو يضحك وقال للشاب أريد أن تأخذ ماما هذه الصورة أيضا لتعطيها لأختي حتى لا تنساني أنا أحب أمي جدا ولا أريد أن تتركني هي الأخرى ولكني رضيت بذهابها عندما أخبرني أبي بأن أمي ستذهب إلى أختي حتى تهتم بها وتطمئن عليها حزن الشاب كثيرا وكاد قلبه أن يتوقف ثم أخرج من محفظته مبلغا وأضافه إلى نقود الطفل دون أن يراه وبعد أن عده مع الطفل ووجده يكفي لشراء العروسة ويتبقى معه مبلغ قال الطفل شكرا يا رب أنك أعطيتني نقودا تكفي لشراء العروسة لأختي لقد دعوت الله بالأمس أن يجعل نقودي تكفي لشراء العروسة والحمد لله أن الله استجاب لي وكنت أريد أيضا شراء وردة بيضاء لأمي لأنها تحبه كثيرا لكني خفت أن أكون بذلك قد طلبت أشياء كثيرة من الله لم يتركه الشاب وذهب معه إلى محل للورد واشترى له باقة بيضاء ثم ذهب معه إلى البيت وسلم على والده وعرف منه أن ابنته وزوجته الشاب قد صدمتهما سيارة أثناء سيرهما وقد توفيت الإبنة على الفور بينما الأم تنام في حجرة العناية المركزة في حالة حرجة وأن الزوج يتوسل إلى الله ويدعوه كل لحظة ليشفي زوجته وبعد ثلاثة أيام كانت المفاجأة لقد شفيت الأم وعادت إلى بيتها وكم كانت سعادة الطفل بعودتها حيث ارتم بين أحضانها وقال لها لقد دعوت الله سرا وطلبت منه أن يهتم هو بأختي وتعودي أنت إلينا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ترجمة نانسي قنقر